بدلاتي خلينا نتابع مع بعض أهم الأخبار والأحداث اللي حتحصل النهاردة بالإضافة كمان لاستعدادات فريق النادي الأهلي لمباراة الهلال السوداني وانضمام لعبي الأهلي الدوليين لتدريبات الفريق بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة فالأزهر الشريف هينظم احتفالية كبرى بمناسبة مرور 1083 عام هجري على تأسيس الجامعة الأزهر واللي بيوافق السابع من شهر رمضان المعظم من كل عام تتضمن الاحتفالية مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات على مدار اليوم تستهدف التعريف بتاريخ الجامعة الأزهر وهيئاته العلمية والتعليمية المختلفة وأبرز شيوخه وعلماءه ومواقف الأزهر من قضايا الأمة قديما وحديثا مع تقديم فقرات إنشاد وابتهالات دينية وأفلام وثائقية عن الأزهر والتجديد قصة أكثر من ألف عام وفي ختام اليوم هينظم الجامعة إفطار جماعي للمصلين النهاردة بيستعد مركز جزويت القاهرة الثقافي لافتتاح معرض مرئيات أخوية للفنان أنتوان أبيعاد بجزوات روف جالري للفنون البصرية وده هيكون الساعة 8.30 بالليل بمقر جماعية النهضة العلمية والثقافية النهاردة هينضم لعاب الأهل الدوليين محمد الشناوي ومحمد هيني وحمدي فتحي وأحمد عبدالقادر ومروان عطية وحمدي فتحي ومحمود كهربا لتدريبات فريقهم استعدادا لمباراة الفريق القادمة أمام الهلال السوداني السبت 1 إبريل